السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم عاملينين يا ربي تكونوا كويسين وبخير يسعد الله اوقاتكم حبيل قلبي بكل خير. ان شاء الله كراء جديد وحصرية على قناة سرار العالم الروحاني لموليد برد العقرب صلي على النبي على الفضل الصلاة والسلام اللهم بشن بما انتظر منك والت خير المبشرين كلها تمنى من احواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك وان كنت لم تشترك في القناة فنشترك في القناة فضلا وليس عمر بسم الله الكاشف برد العقرب صلي على الحبيب المصطفى برد العقرب شايف هنا البعض منكم بشكل كبير جدا يعني ناوي يغير حيات كثيرة في حياته سواء كان يشتري ارض او ينتقل من مكان لمكان او شراء سيارة او شراء منزل شايف ان انت بتغير حداد كثيرة في حياته عندك بشرة خير عندك هنا بشرة خير بس انت هنا واجع لكم ظلم شايفكم زعلانين اه مقهورين اه عندكم مضيق عندكم تعب حسين بالوحدة حسين بالخزلان يعني شايف عندكم شوية عرقيل اجداد يعني حسين بصدمة كبيرة يعني من اشخاص كانت يعني الاشخاص دي كانت موضلة في حياتكم بس رغم اللي انتم فيه ده يعني رغم اللي انتم فيه عملين تقاوموا اه عملين تقاوموا عملين تعافروا يعني مش فارج معاكم اي حادة لكن دو الكلب محدش يعلم بيغربني محدش يعلم بيغربني شايف البعض منكم برضو مش بينام جرجان اه تعبان اه مخنوق بسبب الحيرة محتار عملت فكر اربع عشر ساعة في حد منكم متعرض اه لخزلان من حد كان موضل في حياته قسر قلبه يعني عرضتوا الخزلان كبير من اشخاص كنت ابتسقوا فيها وحبينها بس انتم نوعين تغيروا من نفسيكم حدات كبيرة جدا في عندك سحر ماشي هو اللي يعني السحر دي اه معمولكم من فترة من ناس جريبة منكم اه والناس دي جديبة في حياتكم يعني من فترة السحر ولحدك الان بتعانوا منه لسه ما تفكش شايف هنا في نفور ما بينكم وبين اهلكم او الناس المحبة في يعني شاف في نفور اه حاسين يعني انه مفتري عليكم او هو ظلمكم يعني بيتهمكم شاف في اه اتهام او في ظلم اه يعني انتم مش مرتحين مع الشخص ده يعني بس انا شاف برضو عليكم ديون هنا او عليكم طاقة دين شاف في طاقة الدين عندكم عليكم ديون بسم الله الكاشف يعني في ديون يعني ديون حتى تقريب ليك او ديونك انت او ديون حتى تقريب انا شاف في طاقة مال في حيرة محترين فيه ظلم يعني مصدومين محترين الظلم دي اللهم صلى على سيدنا محمد يعني بسبب يعني انتم ضغطين على نفسكم او ضغطين او عاطين طاقات ايجابية الناس ما تستهلش واخدين منها الطاقات السلبية شاف هنا فيه شراء اه في انا شاف هنا بتدي حد هدية او حد هيديك هدية يعني شاف هنا اه انت لو بتدي حد هدية دهب لا اما حد بيديك هدية في عندكم خير بيزن الله تعالي في حدا انت عملتوها من قبل في عمل صالح دي لك شاف ان انت هنا مش عارف تخرج نفسك من اه من مشكلة او من اه حادة محوطات مش عارف تخرج منها ازاي بس ربنا يفتح لك الطريق باذن الله تعالي وهتخرج في مخرج من الازمة اللي انت فيه من الضيق او من الصدمة اللي انت فيه هتخرج باذن الله تعالي شاف هنا بستخلي بالك او في تحسن باذن الله تعالي في تحسن كبير ليك بمشيئة الله اللهم صلى على سيدنا محمد الفاتح بسم الله الكاشر شاف هنا اللهم صلى على سيدنا محمد في حد هنا اه الحد بيعاني عنده تعب اه ودعم قاعدة او الظهر او الظهر يعني او العمود الفقري او المعدة يعني فيه اوداع عنده في حد عندك كبير في السن تعبان جدا اه ودائما بيشتكوا تعبان انت زعلان عليه واكتر من مرة رحته المستشفى او رحته الدكاترة او اطباء لكن مفيش نتيجة كلها مسكنات لكن الالم عنده والتعب عنده انتو طيبين بتتعاملوا يعني بطيبة قلب اللي على قلبكم او على قلبكم بيكون على لسانكم فديه هو اللي حسدكم على طيبة قلبكم انتو بتقول هنيتحسدوا على ايه على طيبة قلبكم على حنيتكم على وقفتكم مع الناس على مساعدتكم للناس حتى لو معكش وطلبت منك ناس اه مطلب بتقضيه حتى لو اديانت والسلفت وعطيت فبتتسلف وبتدي برضو على طيبة قلبك محسود على وقفتك مع الناس محسود هتوصل للي انت عايزه بازن الله تعالي هدفك اللي قدامك طلبك اللي طلبته من ربني طول الوقت عمال تدعي والست اللي تعبان او الشخص اللي تعبان بيدعي لك فربنا هي وصلك للهدف اصبر ان الله مع الصابرين ماشي تعاطين جدامك حصل يعني هنا في بعض المتزودات او المتزودين حصل عندكم السحر تفريق حصل عندكم السحر تفريق يعني اه تخص التفريق حصل مشاكل حصل يعني النفور ما بينكم ما طيقلش بعض ما حاش حابين اه مش حابين الكلام يعني حاسين بحادة حمل عليكم حاسين بحادة بتوسوسكم اه خلكم تشكوا كمية شاك عندكم رهيبة وحصل كمان منكم انفصال شايف هنا من حد قريب ليكم اللي عمل السحر دي والسحر دي من زمان مش من دلوقت السحر دي من فترة كبيرة صل على الحبيبة المصطفى انتو يعني يتغفوا مع ناس كتيرة يعني بيستهدوا ناس كتيرة لكن لما وضعتم في المشكلة ملجدوش حد معكم ملجدوش حد معكم لكن منصرين وهتخرضوا من اللي انتم فيه الطريقة تفتح جدامكم في ناس دعيت لكم ودعوتهم مستدابة ده دعيت لكم بالدعاء ودعوتها مستجابة فالطريقة تفتح امامك بازن الله تعالى شايف هنا في حد عايز ينتجم منكم اه الشخص دي عايز ينتجم منكم اه عايز يزيكم الحد بسم الله الكاشف يعني الشخص دي او السدية مش كويس يعني غيران منكم مش بحبكم بحاقد اه غيار يعني مش بحب لكم الخير علشان انتم يعني هنا متفوقين جدا وشطرين جدا لكن برضو عندكم ضغط عندكم ضغط ناسي عليكم رهيب جدا مضغطين عندكم كمية طاقة ضغط حاسين بالظلم حاسين بالتعب يعني حاسين ان الناس دي عليكم بسم الله الكاشف الله ما صلى الله عليه وسلم محمد بسم الله شايفين عندك ضغط عندك ضغط بتديلك اه همتان في الدسات اه التعب اه ضيق مرة اه فادئة اه صداع مستمر اه ترديع بتخر برة المنزل بتحس براحة بتردع للمسكن اه تحس بتحس بالتعب تحس بالضيق عندك شوية اعراض اجداد عندك multipials بس انت بس خلي بالك انا شاف في علاقة تالتة في حد عندكم هنا في علاقة تالتة او انتم في علاقة تالتة خلينا ضغري كده زي ما بيقولون او صح في علاقة معك تالتة ودي دايب اللك شوية مشاكل شاف key طرف تالت متدخل في حياتكم طرف تالت متدخل في حياتكم والطرف التالت يعني بحاول يسيطر عليكم باي طرق بالسحر باي حادة بالناس بالوسوسة بالكلام في ست بتلفوا الدور حواليكم. يعني ان كانت يعني هي عاملة صاحبة ليك او عاملة صاحبة للشريك الله عالم لكن السدية عاملة بطاقة سحر او جلب او سحر عايزة تأخذ. يعني هتردعكم الوراء فخلي بالكم. من اصحابكم من اصدقائكم من الناس اللي معاكم. يعني خلي بالكم وكونوا حرصين. بسم الله الكاشف اللهم صلى الله عليه وسيدنا محمد. شافنا طريق السفار? انت بتخلص اوراق عايز السفر? او ديالك عرض السفر? في طريق السفر قدامك. هتسافر. وهتطلع من الضلمة ومن التعجيد ده تطلع منها للنور بازن الله تعالى. لان في حد يدعمكم. وهيقف معاكم. هو كبير. يعني بس هيدعمكم. وهيساعدكم. في طريق السفر قدامكم. والمشروع اللي انت هتدخله. هينضح بازن الله تعالى. وهيقف معاكم الشخص دي. وهيساعدكم. وهيكون سبب كبير من بعد ربنا. انه يطلعكم من اللي انتو فيه. وهيدعمكم بمشيئة الله. مش انتم هنا شايف ان انتم مريتم بظلم كبير. مريتم بظلم شديد. يعني طعنتم من ناس كتيرة. من المقربين. عندكم كمية طعم. بس انت خلاص شايفكم جفالت بيبان كتير. لكن مش عارفين ربنا كتب لكم ايه. البيبان هتتفتح جدامكم بازن الله تعالى. هتصنام. هتصحى. هتلاقي الدنيا نورت جدامك. اطلعت من الظلمة. اطلعت من الخنقة اللي انت فيه. اطلعت من الضيقة اللي انت فيه. من التفكير اللي شغال في دماغك هترتاح. هتحس براحة. تحس بالاطمئنان. هتحس ان حمل من عليك انزاح. هتفتح معك الاوبار. هنا فيه فرحة في جالب بيتك. الفرحة دي خطوبة لبنتك او اختك او ليك او ليكي. في خطوبة او ارتباط او زواط. لانها شاف في فرحة في تلالبيس عن الخواتم او دبل كما بيقولوا. او يعني فرحانين. ولم عينة. والعينة كلها ملمومة او لم شامل ومبسطين وسعداء. فيه فرحة ان شاء الله او نداح بازن الله تعالى. بس ان شاف هنا فيه طاقة اطفال زعلنين. اه كلامي خص اطفال. اه مشتقيلة اطفال. او في عندكم اطفال او اه قصة حمل. في حاجة تخص حمل او اطفال بازن الله تعالى. ربنا يبشرك بهم قريبا بمشيئة الله. صلى على الحبيب المصطفى. ادعم الفيديو يقول لك احبابي في الله فضلا وليس امرك. شاف هنا? اللهم صلى على سيدنا محمد. انت هنا بتخلص اوراك نقوله دي يعني ممكن اللهم صلى على النبي انشاف بيت قدامك. عايز تشتري بيت او مسكن او اه شراء محل. انها شاف هنا اه رايح لطريق شراء. بس قدامك يعني عقدة او تعطيل. ممكن نقول بتخلص اه اوراكه او اه بتكمل المال او منتظر الرد من صاحب المسكن. لانها شاف عندك نجلة هتنشتري لمسكن جديد ان شاء الله. وهتنتجل لي بازن الله تعالى. اللهم اصلى على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق. بسم الله الكاشر. شاف حد هنا? اللهم اصلى على سيدنا محمد. في وعد ما بينكم وبينهم. اه في حد عطينو وعد. وتأخرتوا على الوعد ده. او اه اطولتوا يعني بما صح. اكملوا الوعود واقوفوا الوعود. ان عطته حد وعد فاقوفوا بالوعد اللي ادته له. او اه قلتوا لحد وعد فاقوفوا بالوعد اللي وعدته له. كلام سليم. صلى على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. الفرحة الباب اللي تجفل قدامك هيتفتح امامك بازن الله تعالى. حقك رادع. اللي اتكلم عليك ازاك بالكلام. اه قال فيك كلام مش ليس فيه. حقك ردع لك. ردع لك ندماء لانه داك التعب. داك التعب وكسرت القلب اللي كسرها لك. اتكسر بها واكتر منه. ردع لك ندماء. وهو بيتندم حتى لو ما ردع لكش لكن هو حاليا بيتندم. بيتندم اقص واوعر الندم. فحقك ردع لك. في مال ديالك. في مال. الربح من السفر. السفر معك طريقة مفتوحة كويسة جدا بالفضل الله تعالى. وفي مال ردع لك. ردحك او اه ديان. في مال ديالك. في مال ربح. انت مقدم على الوظيفة هنا. الوظيفة دي ديالك بيزن الله تعالى. مع احد. اه اللقاء دي في خير. في فرحة. شايفك في اللقاء ده مبسوط. مبسوط فيه. عندك لنا رسالة ديالك. رسالة فيها فرحة ليك. فيها سعادة. اه انت منتظرها بيزن الله. بس خليك تكون هذه. علشان اشايف عندك فرحة. بيزن الله تعالى. عندك فرحة. شايف في بشرة بمولود. لان عندك كمية اشتياك لاطفال. عندك كمية. اه شايف فيه بشرة بمولود. حياتك هنا العطفية. يعني هنا حياتك العطفية ما 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 فيهاش استقرار قوي. ما فيهاش استقرار. الست اللي بتجدد لك السحر. بتجدد لك السحر. عينها عليك جدا. عينها عليك. هنا الناس اللي ازتك وغدرت بيك هيتقسفو لك. وهيردعوا لانك يطلبوا منك السماح. لان انت قلبك طيب. وبتحب الخير للناس كلها. وبتحب تدي ومش منتظر مقابل من حد. مش منتظرك مقابل من حد. دايما اللي انت بتعمله مع الناس بيدي لك العكس. دايما الخير اللي بتعمله مع الناس بيدي لك العكس. شايف عندك الصلح انت وحد عزيز على قلبك. شايفك هنا برضو زعلان وبتشك همك. شايفك زعلان مخنوق متضايق. آآ قلبك مكسور. حزين. بتقول يا رب انصرني على اعدائي وعلى من ظلموني. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله الكاشف. ادعم الفيديو باللايك فضلا وليس امر الاحباب في الله. فضلا وليس امر الاخواتنا في الله. الى اللي بتشاهدونا. ادعم الفيديو باللايك. بسم الله الكاشف. بتقول يا رب وفدني. يا رب اكرمني. عند الدعوة. بيزن الله تعالى هتتحقق. هتتحقق بقدرة الله. انت اقرب الناس ليك آآ هما اللي غدروا بيك. هما اللي غدروا بيك. اقرب مليك هما اللي غدروا بيك. بس ان شاء الله ربنا هيكرمك. وهي ريح قلبك بازن الله تعالى. انت هنا طلعت من بيتك آآ غزبا عنك. شايفك طالع غزبا عنك زعلان مكسور. شايفك طالع من بيتك مكسور. خلي بالك. خلي بالك من الناس اللي عايزة تدمر حياتك. الناس الحقودة. الناس اللي عايزة تأذيك. عايزة تدمر حياتك. خلي بالك من الناس دي. انت شخص محبوب. انت شخص آآ شاطر. آآ شخص آآ يعني محبوب جدا. مشاريع بإذن الله تعالى ناتحة. عندك تسرع آآ بس في تسرعات بتأخذها في الصح. بتكون صح. بس عندك اصدقاء خبيسة. اصدقاء حب توقعك في شر اعمالك. فكون حريص كما كن. شايفك هنا نوع على السفر. نوع على السفر. خارج البلاد. آآ مستني دعم او مستني اللي قام احد او مستني مكالمة. شايف عندك آآ سفر. في حد هيساعدك وهيقف جنبك في الشدة. في حد هيساعدك وهيدعمك وهيقف جنبك. صلى على الحبيب المصطفى. شايف هنا انتبه وخلي بالك من صحتك. آآ ومتاخدش حدا من حد. خلي بالك من صحتك وانتبه من صحتك علشان اقرب الناس هم اللي حابين يدمروك. بالسحر. بالاعمال. بالسحر المشروب. خلي بالك من السحر كما قلنا. خلي بالك. خلي بالك علشان شايف صحتك في النازل. المعدة عندك تعب. عندك قلب. عندك تساقط في الشاعة. في حد هنا آآ بيحاول آآ يأزيك. بيحاول يطعنك. بيحاول يكسرك. بيحاول يأزيك. خلي بالك. انت هنا شايفك حزين على شخص آآ انت بتحبه. الشخص به مزدون او بعيد عنك او هو مخنوق او في ضيقة آآ او مريض انت زعلان عليه. وحزين عليه الشخص ده. ربنا يفك اسره او ربنا يشفيه ان شاء الله مما هو فيه. بسم الله. شايفنا آآ حصل آآ كلام ما بينك وما بين الشغيك. آآ حصل زعل. حصل انفصال. بتفكر في الانفصال. بلاش تفكر حاليا عشان السحر آآ سحر بيت جدد. لان انا شايفك عندك حيرة محتار في امرك. عايزك تنتصر. عايزك تنتصر. عايزك تنتصري. تسيب كل حد على الله. وحاول تقول يا رب. حاول وتقول يا رب. انا شايف عندكم مواجهة حلوة. المواجهة دي فيها خير بمشيئة الله تعالى. فيها خير ليك. آآ حاول يعني تكون انت يعني هذه الايام دي هتكون حكيم وتكون هذه. علشان المرة دي هت هتكون في مواجهة وهتطلع منتصر وهتضع صحابك في اي حد وهتطلع منتصر بفضل الله تعالى. شايف هنا اقرب الناس ليك آآ هم اعدائك. عدوك واعدائك. صديقك وعدوك. فخلي بالك. لان شايف شخص بكرب لكم. فخلي بالكم وكون حسنين. بسم الله الكاشر. شايف هنا في حد بياكل ويشرب معاك او طلع من بيتك آآ مش كويس. آآ انت قدمت له الخير. كلب وشرب آآ لكن مش كويس. شايف هنا في ارض بيتك فيها فرحة. آآ في فرحة في ارض بيتك. عندك مفرجات حلوة بازن الله تعالى. وعندك الماديا هتتحسن. عندك الامور هتتحسن معك بفضل الله تعالى. عندك كما قلنا آآ ممكن نقول فرحة ارتباط او زوات او عرز لاحد قريبك في اهل بيتك. يعني شايف في ارض بيتك فيها فرحة بقدرة الله تعالى. شايفك هنا مش جادر تشيل جرش. آآ مش جادر تشيل فلوس. آآ مش جادر تحوش. آآ اللي داي خارد. مفيش حدا جاعدة معاك مكتملة. ان شاء الله دايلك الريزك من حيث لا تحتسب. دايلك الفرحة. لانك انت الظلامت كتير. ربنا هيعودك. هيعودك على صبرك. وعلى الظلم اللي وقع عليك. من اقرب مليك. ربنا هيعودك بازن الله. شايفنا اللهم صلى على سيدنا محمد. الفترة اللي داي. آآ شايفنا وانتبهي الفترة اللي داي. عندكم خير. عندكم السكة فاضية. عندكم خير. عندكم السكة فاضية. حاولوا ان انت ذكسبوها. حاولوا انت ذكسبوها السكة. انت حاسين مش ان الامور معكدك امامكم. آآ بتدخلوا في طريق بتردع خطوة. ما فيش آآ ارتباط مكتمل. آآ ما فيش عيشة في المتزودين مش مرتاحين في الزوال. مشاكل بدون سبب. خنجة. ضيق. نفور. واكثر هادا المشاكل بدون اي اسباب. واللسه مرتبطتش. في تعقيد. في تعطيل. في تعب. في تسقط في الشعر. في الام في العمود الفقري. والام في الريتلاين. وزيادة الصداع. وزيادة التعطيل. والنفور في الزوال. هذا من السحر. السحر كما كنا يا احبابنا في الله. من السحر اللي بيتددد. شايف هنا في حياتك. هنا حصل او هيحصل اه في بين المنفصلين شايف هنا في اه عتاب. في اه مقابلة. والمقابلة دي فيها عتاب. ان شاء الله فيها الصلح. بمشية الله تعالى. شايف هنا في محاكم او في قواضي. اه بينكم وبين حد. او اه حد معين. لان شايف بتخلصوا هنا عندكم خير في المحاكم بازن الله تعالى. عندكم محاكم. شايف هنا في رزق دائكم. وبشرة بفضل الله تعالى فيها فرحة لك. شايف هنا في غيمة. غيمة على وشكم. الغيمة دي في تفكير. في غيمة. في تفكير. في حد بيحاول يأذيكم وانتم مش شايفينه. اه يعني هنا انتم مش متوقعين ان هو الشخص دي. يعني العمال يلعب بيكم. عمال يلزيكم. اه مش متوقعين. وطريق السفر مفتوح قدامك. طريق السفر في خير. هتقول لي يا شيخ طريق السفر طبية. ان شاء الله في خير طريق السفر. في منكم فسحة وفي اللي مسافر لشغل. الكراءة عامة اخواتنا في الله للرجال ونساء والكراءة مفتوحة بازن الله تعالى. خد اللي طابك ليك احبابنا في الله. الله مصدى على الحبيب المصطفى. شايفينها تتفتح قدامكم ببان حلوة. هيكون فيها سعادة. اه فيها سعادة. فيها فرحة. يعني في راحة. بعد كل التعب اللي حصل في حياتكم. انتم تعب كبير. ربنا هيسر امركم. ربنا هيسر امركم. وهيكرمكم. هيكرمكم بازن الله تعالى. الدموع اللي عندكم اه يعني حاول تخلص. طلع من حياتك. طلع اليقس. طلع الاحباط. طلع الضيقة. طلع الخنقة. طلع اللي عندك. شايف المشكلة اللي عندكم. بسبب لكم الازمة والحيرة. انتم ما تحلوه. هتتحل. هتتحل بمشيئة الله. انا شايف ان اغلب وقتكم قاعدين في البيت. مش عايزين تتكلموا مع احد. يعني مش عايزين تتكلموا مع احد. بسبب اللي شفتوه. لكن هتتلاقى بتوقع مروحك. هتتلاقى بتوقع مروحك خلاص هانت. هانت. كل الابواب اللي تجفلت في وجهك راح تتفتح مرة اخرى ليك بفضل الدعاء وفضل الاستغفار بفضل الله تعالى. شايف هنا انتم يعني شغالين على حادات كثيرة جدا. وشايف ليك من مكان لمكان فيه ناكلة. فيه الراحة ليك. فيه السعادة. شايف ان انت بتنتقل من مكان لمكان. فيه الراحة وفيه السعادة ليك بازن الله تعالى. هتشترين. هتشترين منزل. هتشترين مكان اللي انت هتنتقل لممكن يكون لبيت زودك ان شاء الله. او ارجوع لزودك بازن الله تعالى. او شراء مسكن جديد. هتنتقلوا فيه فيه الراحة وفيه السعادة ليكم بمشيئة الله. خلي بالكم وخلصوا من السحر كما قلنا يا احبابنا في الله الا انتكم. قلتفتح معكم الابواب. لان السحر عاملكم طاقات سلبية كبيرة جدا. وخلوا بالكم من الناس اللي حواليكم. مش كل الناس اللي تعطوها اسراركم. مش كل الناس اللي تفتكروها اه احباب ليكم بيحبوكم بيتمنوا لكم الخير كثيرا من الاشخاص مش حابينكم تكونوا احسن منهم. اه يعني انت في نظرك بتقول انت ما عملتش حادة للناس دي. ازيتك ليها. سحرتك ليها. هم مش حابين ان انت تكون احسن منهم. اه مش حابين انت تكون اه متقدم بخطوات عنهم. معي انك انت ما ازيتهمش. ما عملت لهمش اي شيء. اه قدمت لهم الخير لكن غدروا بيك. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم من كل ده ان يؤذيكم. اتمنى من احبابنا في الله. ادعموا الفيديو باللايك. وان كنت تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الدرس ليصلك كل جديد. وان كنت بتعاني من السحر او من المس او من تعطيل او من تابع او من قريد داخل القناة. جميع العلادات واللي حابب بيتواصل معنا مع الشيخ يوسف الرقم امامكم سيتواصل معنا وان شاء الله هنكون في حسن ظنه. وكما تعودنا الصلاة على الحبيب المصطفى. اللهم صلي صلاة جلال وسلم سلامة جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد. واخشيها اللهم وبنورك كما غشيات سحابة التجليات فنظر الى وجهك الكريم. وبحقيقة الحقائق كلم مولوها العظيم الذي عزه من كل سوء. اللهم فرد قربنا كما وعد. ام من يجيب المصطفى